اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اهمية استمرار تعزيز الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين جاء ذلك لدى ترأس سموه حافظه لياه اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث كلف سموه وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل الى التأكد من تنفيذ الاجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار الفيروس وما يمثله من اهمية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع لافتا سموه الى ضرورة تعزيز هذه الاجراءات للتصدي لفيروس لهذا الفيروس والمتمثل في تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي داخل المركبات المخصصة لنقل العمال مع تخصيص مركبات محددة لنقلهم وتحديد مواقع العمل لكل عامل ولبس الاقنعة وكمامات الوجه الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل والزام اصحاب العمل بتنفيذ كافة الاحتياطات والاشتراطات اللازمة مراعاتها في مساكن العمال بحسب القرار رقم اربعين لسنة الفين واربعة عشر الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل بما يسهم في توفير الحماية اللازمة ويحفظ صحتهم وسلامتهم وعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الداعمين للجهود الوطنية وما قدموه من مساهمات مالية وعينية وخصصموه بالشكر جميع المساهمين بتخصيص مباني لتقليل الكثافة العددية للعمالة الوافدة بمساكنهم وهم سمحان القابضة والشيخ سلمان بن علي الخليفة والسيد سمير عبداللناس ومجموعة محمد بن سحاق وشركة وارهاوسينج سولوشنز وجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية وشركة النمل للمقاولات والتجارة والسيد علي حبيب علي حسن وحلويات جمال شويطر وشركة شبرى للملابس الجاهزة كما كلف سمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والمنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإرشادات التعاوية والصحية الصادرة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالف هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر